رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالتدابير المؤقتة التي اتخذتها المحكمة محكمة العدل الدولية ومنها حماية المدنيين وتلبية الاحتياجات الإنسانية المتعلقة بقطاع غزة ودع المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة وقال المالكي إنه على الدول الآن التزامات قانونية واضحة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والتأكيد على أنها ليست متواطئة واعتبر المالكي أن قرار محكمة العدل الدولية هو بمثابة تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون وقال إنه ينبغي أن يكون بمثابة دعوة لملاحقة إسرائيل والجهات الفاعلة التي مكنتها من الإفلات من العقاب وفي إطار ردود الفعل على قرار المحكمة قال الاتحاد الأوروبي إنه يتوقع تنفيذا كاملا وفوريا لقرار العدل الدولية معتبرا أن قراراتها ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها وأنه يتوقع تنفيذها الكامل والفوري والفعال من جهتها قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية ينبه إسرائيل وينبه حلفائها إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة فلسطين ترحب بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية القضاء قيموا الحقائق والقانون وحكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي حكم محكمة العدل الدولية أودى بثقافة إسرائيل الراسخة والمتمثلة في الإجرام والإفلات من العقاب والتي ميزت احتلالها المستمر والتشريد والاضطهاد والفصل العنصري في فلسطين على مدى عقود ندعو جميع الدول إلى ضمان تنفيذ التدابير المؤقتة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة فهو التزام قانوني ملزم لإسرائيل